قصة النهاردة عن الشخص اللي ممكن يكون في عيوب كتير عامل له أزمة نفسية في حياته محاسساته للوقت بالنقص وبدل ما يحاول إنه يلاقي حل عشان يبقى عنده ثقة في نفسه بيحاول يلزقها فأقرب الناس ليه زي جزء أسماء اللي عنده مشكلة مش قادر يمارس حياته الزوجية بشكل طبيعي ولإنه حاسس بالنقص ده بدأ يعمل مراته وحش قوي بدأ يشوه صورتها قدام ممتوه بابا والأسوأ إنه بيطلع أسرار قط النوم برا لما مراته سألته إزاي تقول الكلام ده قال لها مش أنا أصل الجنية اللي علي هي اللي قالت الكلام ده ده مش أنا ودلوقتي أسماء في بيت أهلها وحامل وجوزها مش عايز يبعط لها مصاريف الحمل والعلاج وهي مش عارفة تعمل إيه وعشان كده منورنا ومشرفنا النهارده دكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية عشان نشوف هنعمل إيه إزيك يا دكتور إزيك يا سيدي أخبرك إيه كله تمام الدكتور الحنين رزق ها طلبك بالإسم أسماء طلبك إنت اللي تحل مشكلتها بالإسم الحمد لله ما شاء الله الله هم مبارك والله ربنا أحمدك الحمد لله قولي بقى نعمل إيه بقى يعني هما ليه قبل ما يتجوزوا عندهم مشاكل ما بيقولوش حاجة صعبة للأسف الشديد طب ما تقول أو بمعنى تاني طب ما تبدأ تدور على طرق العلاج فهو بيخاف إنه تخلع لو قال مش قصة تخلع هو أكيد أي راجل قبل ما يخش بيتجوز بيكون عارف نفسه إنه هو سليم جنسي أو مسليم جنسي صح؟ طيب طيب أنا كراجل والمفروض إنه دي حاجة ربنا يدهيلي عشان خاطر أستمتع بيها في حياة زوجيها سوي ده سكن آه طبعا سكينة وموادة ورحمة إيه اللي يخليني إن أنا أأثر في حق نفسي وما تعالجش صح ما أنا متجوز ليه منظر اجتماع قدام الناس جاي بعروصة وفرشت بيت وقالوا إن الفلان الفلان تجوز طيب ما أنت أبسط حول زوجة اللي موجودة معاك دي أنت مش بتدهالها أو عشان ما يقولوش ده معيوب فجوزنين ما مش قصة برضو معيوب أنا لازم أفكر في حلول أنت دلوقتي إحنا عندنا في بدايات المشكلة في حاجة خطيرة جدا البنت دي قعدت فترة 6 شهور بنت زي ما هي بدون أي شيء بيحصل وفي ناس أكتر من كده في ناس بتوصل سنة وناس بتوصل سنتين أمشوفها الناس دي بتتجوز ليه الناس دي بتتجوز عشان خاطر تطلع العقد النقص اللي موجودة عندها في الناس اللي هتتجوز طب البنت بقى مش تخلع لأنها هتتجوز جوزة أحسن من دي مليون مرة وربنا يا عوضة وفي حاجة وفي حاجة دايماً البنت إيه اللي بتبقى أصيلة ومتربية كده وبنت ناس وبتاع فبتقولك إيه أنا لقيت مشكلة في العلاقة مع جوزي أستحمله ووقف جنبه وسنده ودعمه ده صح ولا لا هو في البداية صح ما فيش مشكلة طب ما هيجي علي أنا يا دكتور ما هو ابتدى بعد كده هيجي عليها بقى إزاي ست شهور ما حصلش علاقة طيب والبنت كانت مكتمة الموضوع ما بتتكلمش كنا أن هي تقعد فترة ست شهور بدون الوصول إلى حلول هي ظلمت نفسها وبدون ما بتعرف أهلها وهمت أهلها ما استشارتش حتى وقالت الأهلها كمان إن أنا خلاص قال موضوع زي الفل وإن إحنا حاجة كويسة هي ما حسستش الشخص اللي موجود معاها إنه هو عنده مشكلة أنا كده ما وصلتش الإحساس إن أنت عندك مشكلة فساقف الموضوع آآ مش بقى عالم لازم وقف